ما زالت أخبار الكوارث وبعد الأمطار تلاحق مناطق كثيرة ففي وادي الدواسر تهدمت قرى واتشرد أهليها وانقطع التيار الكهربائي وغرق العديد من السيارات واحتجز البعض في السيول التي داهمت المنازل معي لمناقشة هذا الموضوع النقيب محمد الحمادي المتحدث اسم الدفاع المدني في منطقة الرياض سعادة النقيب ما هي نسبة تضرر منطقة وأسبابها عدد الوفيات ما السبب وراء هذا الموضوع هل هو سوء تصريف أو سوء إدارة للكارثة ما الذي حدث بسم الله الرحمن الرحيم أولا ما نتجه هو أضرار بشكل أضرار مادية نتجه في محافظة دواسر منذ هطول الأمطار منذ يومين خسائر بشرية وفيات والله الحمد لم تسجب سجلت هناك حالة احتجاز كثيرة في محافظة دواسر تم إخلاء يوم أمس حتى يوم ليلة أمس 21 عائلة مجموع 110 أشخاص تم إخلاء من منازلهم وأيوائهم في مساكن الأضرار لحقت بأضرار مختلفة في المزارع في المنازل أيضا في المركبات هناك عدد كبير من المركبات مركبات علقت في المجرى الأودية الأمطار بعد هطول يومين توقفت منذ صباح اليوم لكن بعد ساعتين من بعد عصر اليوم عادت من جديد واجتمر هطول الأمطار واجتمر تلقي البلاغات في الدفاع المدني الدفاع المدني من قبل هطول الأمطار ومن خلال التقارير التي وردت لهاية الأرصال تم دعم الموقف للمحافظات والمراكز الخارجية التابعة لمنطقة الرياض تم دعم العفيق تم دعم أيضا محافظة الدواسر بقوة بشرية وآلية الموضوع الأسباب هطول الأمطار بكميات كبيرة المجرى الوادي لا يمكن أن نحدد شبب هناك تعدي على مجرى الوادي أو نعول إلى شبب دون آخر الآن هو الموضوع وما يهم الدفاع المدني هو عملية إنقاذ الأشخاص ومواجهة جميع البلاغات التي ترد على غرفة العملية حقيقة البلاغات حتى صباح اليوم عدأت نشبيا وبدأت لجنة حاصل الأضرار في عملها لكن بعد هطول الأمطار بعد الساعة خمسة عصر اليوم خاصة على المراكز الشمالية عاودت من جديد في وادي الدواسر وأيضا الأفلاج والدوادمي عقدت اللجنة الفورية أيضا عصر اليوم بسيء ظهرنا ساعات النقي من الصور يعني قواربكم شوي قديمة قليلة أفرادكم قليلين ليسوا بحجم الكارثة التي حدثت هو عدد الأفراد والقوة البشرية على مستوى المحافظة يعني تشيرت في أكثر من بلاغ هناك يعني كل بلاغ وعن الآخر ممكن تجد مسافة 10 كيلو إلى 20 كيلو جهود كبيرة بذلها رجال دفاع المدني في محاولة الوصول إلى المحتجيين محاولة منقاذهم منقاذ أشخاص منقاذ حتى يعني المركبات الآليات الكبيرة آليات كبيرة كانت عالفة أيضا تم إنقاذها عملية أخلاء المنازل جهود كبيرة بوجل يعني بذلت من قبل رجال الدفاع المدني القوارب باختلاف أنواعها كل لها محام يعني لا يمكن أن شكل القارب ولكن هناك قوة بفعل بشرية وآلية دعمة الموقف لمحافظة الدواسر وأيضا للمحافظات الأخرى لكن استمرها طول الأمطار أيضا وجود أودية منقولة من وادي رانيا وبيشة ورغم أنها متابعة من قبل الدفاع المدني وهناك فرقة طلائع قبل خمسين كيلو لمتابعة هذه السيول ومدى تدفقها وبالتالي قيام بالتدابير هناك تعزيز للموقف في محافظة الدواسر بلا شك من قبل الدفاع المدني ومن قبل الجهات الأخرى شكرا لك سعادة النقي محمد الحمادي نتحدث باسم الدفاع المدني منطقة الرياضة على هذا المعلومة تتمنى السلام إلى أهلنا في هذه الدواسر فاصل ونعود لكم بعد أقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر